أخبارنا الدولية كدوزير شؤون الخارجية صبري بقدومة في رسالة بمناسبة يوم أفريقيا والذي يصادف الذكرى السابعة والخمسين لإنشاء المنظمة الأفريقية أن الجزائر بعمقها الأفريقي تبقى وفية للمبادئ والأهداف السامية للمنظومة الأفريقية من خلال التزامها بترقية السلم وتعزيز قدراتها في التكافل بمشاكلها بنفسها والمساهمة إذن في مسار تجسيد التكمل الإفريقي وأشار بقدومة أن هذه الذكرى تأتي في وقت يمر فيها العالم بوضع حرج جراء تدعية تفشي فيروس كورونا المستجد وأشار أن الأزمة برهنت إذن استحالة مواجهة هذا الوضع دون تعاون وتضامن دولي وثيقة كما تعد خطوة تنشاء إذن صندوق إفريقي لمجابهة تفشي هذا الوباة تجسيدا آخر للهبة تضامنية الإفريقية من أجل دعم الجهود المشتركة للتصدي لهذه الجائحة ترجمة نانسي قنقر